أهلا بكم في درس جديد من موقع دروس أونلاين إن شاء الله النهاردة هنتعلم إزاي تقدر تحول صورة من الشكل ده لحاجة بالشكل ده بكل سهولة وبخطوات بسيطة جداً ومعرفة ولا إلى برنامج فوتوشوب في البداية لو لاحست الفرق ما بين الصورتين إن فيه هنا حاجة زي مصدر إضاءة وكمان الـ Saturation أو درجة التشبع بتاع الألوان أفضل يعني مثلاً الأخضر هنا مطفي شوية الأخضر هنا فاتح حبتين كمان الألوان هنا ورم شوية هنا لو أنت حس إنها cold حبتين فإزاي هنقدر نتطبق التأثير ده وقبل ما نشرح بس يا الصورة عشان الكوبرايت مينو فوتوغرافي أنا دورت على صفحيته على فيسبوك وبعدت له واستأذنوا إن أنا أستخدم الصورة دي في التوتوريال ولكن هو مردش عليها فهنفترض إنه وافق ونتوكل على الله ففي البداية هنمشيها خطوة خطوة عايزين نطبق مصدر الإضاءة ده مصدر الإضاءة ده هنطبقه من خلال Lens Flare فهتعمل كده إزاي؟ بتختار الطبقة اللي أنت عليها وبتروح لفلتر وبعدين Render وبعدين Lens Flare بيطلع لك الويندو دي بتختار مكان الإضاءة اللي أنت عايزها فمسلا نخليها هنا زي الصورة اللي فاتت وبتختار Brightness حاول ما تكونش قليلة جدا أو كبيرة قوي يعني في حدود في الحالة ديت في حدود 150-149 وبعدين بتضغط أوكي فبتلاقي الإضاءة ظهرت بالشكل ده طب لو أنا عايز أغير مكان الإضاءة يمين شوية أو شمال شوية ما ينفعش هي بتيجي مرة واحدة بس طيب هل في طريقة إن أنا أعمل Lens Flare على طبقة منفصلة تعال نقرب هنضغط Ctrl Z عشان نشيل الكلام ده وبعدين نعمل New Layer وبعدين Filter Render Lens Flare هيقول لك ما ينفعش لازم تتعمل على طبقة فيها صورة أو فيها حاجة ففي طريقة تركية كده إزاي تقدر تعمل Lens Flare على طبقة منفصلة من غير ما تضطر إنك تحطها على الطبقة ديت على طول وهي كالتالي من البداية خالص بتفتح الصورة وبعدين بتروح لFilter Render Lens Flare بتختار المكان وكل حاجة وبعدين بتضغط أوكي بتلاقي تطبق عندك بتضغط Ctrl Z عشان نتراجع عن الأمر ده وبعدين بتعمل New Layer وتروح لEdit Fill وبتملاها باللون الأسود وبعدين بتضغط أوكي بتلاقي إن الطبقة تمالت باللون الأسود زي ما انت شايف بعدين بتروح لFilter تاني مش هنروح بقى لRender ونختار Lens Flare لا هنروح لأول خيار فوق اللي هو Lens Flare ده وده آخر فلتر إحنا اخترناه يعني فبتضغط عليه بتلاقي بتطبق لك على الطبقة السودة دي طب إحنا عايزين نشيلل الأسود ده ونسيب Lens Flare بس هنقدر نعمل كده من خلال Blending Modes بتخلي Blending Mode Screen بتاع الطبقة السودة بتلاقي الأسود ده اختفى وتبقى بس Lens Flare دلوقتي أقدر أمسك Lens Flare ده وحركه يمين وشمال وغير مكانه زي ما أنا عايز تمام طيب عايزين نخلي الإضاءة بتاعتها يعني لو لاحظت هنا تلاقي إن الضوء مش حد أو زي الصورة دي فإزاي هنقدر نخلي الإضاءة نعمة شوية هنقدر نعملها من خلال فهتختار الطبقة اللي عليها ال Lens Flare نعم مثلا لو قلنا هنا Lens Flare الطبقة اللي عليها Lens Flare وبعدين تروح لفلتر Blur نختار Gatium Blur وبعدين متخلي ال Radius في حدود حاجة تخلي اللايتنج نعمة حاجة مثلا في حدود هنا نخليها مثلا 20 ونقول أوكي بتلاقي إن الإضاءة إلى حد ما شبيهها بالإضاءة اللي هنا تمام الخطوة اللي بعد كده هي لو لاحظت هنا الفيس مع لهوش الإضاءة فإزاي هنشيل الإضاءة اللي على الوش بكل سهولة بتروح لLayer Mask وبعدين بتضغط Layer Mask بتضيف لك Layer Mask هنا وبعدين بتروح للBrush بتتأكد إن الأسود هو اللي في Foreground وبعدين بتمسح التأثير ده من على الواجه بالشكل ده مش هتطرق اللي شرح Layer Mask دلوقتي ولكن حاول تتبع معاه الخطوات دلوقتي وإن شاء الله في Tutorials اللي جاية هنقدر نشرح حاجة زي دي تمام فبكل يعني الفكرة بكل بسهولة إن أنا بطبق التأثير على الصورة كلها إلا الحتة دي اللي هي الحتة السودة اللي في Layer Mask دي تمام لو بصيت في الصورة دي هتلاقي إن الألوان هنا Warm شوية فإزاي هنقدر نعمل الكلام ده هنقدر نعمل الكلام ده من خلال Photo Filter فهنروح زي ما انتواقف على Layer بتاع الإضاءة ديت وبعدين هتروح على Photo Filter ممكن استخدمها ممكن تضغط عليها من هنا Layer Photo Filter على طول ولكن أنا هروح ل Adjustment Layer وبعدين هختار Photo Filter هتلاقي عندك هنا فلاة كثيرة جدا يعني في هنا Warm Filter 81 في هنا فلاة كثيرة ولكن من خلال التأثير اللي أنا اللي انت شفته ده لقيت ان Yellow هو الأفضل وبعدين بتزود القيمة حبتين حاجة زي 41 مثلا أو 40 انشيل ده ده بتاع تمام تمام برضو عايز اشيل Filter من على الواك فهنعمل كده زي نفس القصة بالزبط هتختار Layer Mask ليا البيضة ديت بعدين تختار Brush وبعدين بتحاول تمشي على الواك بتلاقي بيمسح التأثير ده من على الواك ومن على الاسكان بتاع الشخص تمام باقي خطوة أخيرة وهي إزاي أدي أدي الألوان التشبع الجميل ده وهي بكل سهولة بتروح على الطبقة الأصلية اللي هي Background وبعدين بتروح على Adjustment Layer وتختار Hue and Saturation وبتزود Saturation بتاع الألوان لحد ما توصل لدرجة انت شايف انها Perfect بالنسبة للصورة مش عايز تروح زيادة قوي لان الصورة كده هتتشاو لكن خليك فالمعقول يعني في حدود حاجة بالشكل ده شايف انها كده كنا الليل هسن شايف انها كده Perfect وبكده بتكون وصلت للتأثير النهائي بتاع الصورة ديت زي ما انت شايف الاتنين قريبين جدا من بعض تلخيص الموضوع في البداية بتعمل في طبقة منفاصلة أو لو انت عايز تعملها على الطبقة الأصلية ما فيش اي مشكلة خالص بعدين بتعمل اللي هو بتخلي الألوان soft شوية أو وورم شوية وتالت حاجة بتزود بتاع الصورة عشان يديك الألوان فتحة حبتين ده بكل بساطة خطوات انك تحول صورة من حاجة بالشكل ده لحاجة بالشكل ده باستخدام برنامج فوتوشوب لو عجبك الفيديو مستشتعمل لايك سبسكرايب وشير وتزورنا على موقعنا دروسونلاين السلام عليكم